ونقول مين بقى تاني من الناس معرضين للإصابة أكتر من غيرهم؟ الرجال أو السيدات فوق عمر 65 سنة وده لأن بيكون عندهم قابلية أكتر طبعا بالإصابة نتيجة بقى ضعف جهاز التكيف اللي بيضبط درجة حرارة الجسم من الداخل فبالتالي بيتأثروا أكتر بضربات الشمس برضو الناس اللي مش متعودين على التقص الحار وبيتعرضوا بشكل مفاجئ للتقص الحار أظن يعني بتشوفوا طبعا في نشرات الأخبار إن ده اللي بيحصل لبعض الناس في بعض الدول الأوروبية مثلا أو الولايات المتحدة في حالات ارتفاع درجات الحرارة للمعدلات اللي بيمر بها العالم هذا العام هتلاقوا إن فيه يقولك إيه إن الحر إنه حدثت وفيات فإحنا حتى فيه ناس كانوا يقولوا إيه إيه ده الناس دي بتموت من الحر آه بيموتوا من الحر يعني ربنا يرحمهم لأنهما مش معتدين على هذا التقص أو هذا المناخ كمان في بعض الأمراض اللي بتخلي المصابين بيها عرضة للإصابة بضربات الشمس أكتر من غيرهم زي إيه زي إيه الأمراض دي أمراض القلب وأمراض الجاز التنفسي وتحديدا أمراض الرئة ومرضى السمنة المفرطة والمرضى اللي عندهم تاريخ سابق للإصابة بضربات الشمس وأخيرا في بعض الأدوية اللي بتزود معدلات الإصابة بضربات الشمس علشان كده المرضى اللي بياخدوا هذه الأدوية لازم يخلوا بالهم ودي زي الأدوية القابضة للأوعية الدموية أو الأدوية اللي بتنظم ضغط الدم عن طريق منع الأدرينالين اللي اسمها البيتا بلوكرز أو الأدوية المدرة للبول وأدوية مضادات الإكتئاب طيب يبقى قولنا إيه هي ضربة الشمس وإيه هي الأسباب أو عوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بضربات الشمس موسيقى